موسيقى هيدخل من الباب ده وكمان رسولنا صلى الله عليه وسلم وصانا ببر الوالدين انا روضة دلوقتي هحكي لكم حكايتي عندي 22 سنة متخرجة من كلية اقتصاد وعلوم سياسية ومعي درجة البكاليريوس عايش انا وماما ماما اسمها حليمة عايشين سوا في شقة بابا اللي ارحمه بابا توفى لما كان عندي 10 سنين بس بصراحة ماما عمرها ما حسستني بفقدان الاب كانت هي دايما بابا وماما وصحبتي وكل حاجة حلوة في حياتي وانا عندي اخين الكبير اسمه محمد والتاني اسمه عمر متجاوزين وكل واحد فيهم عايش في شقة مع عمراته وولاده وسايبيني انا وماما ومش بيسألوا علينا غير كل فين وفين اغبية اغبية جدا لانهم حرمين نفسهم من حنان ورضى الام دور حتى بيطولوا قبل ما يتصلوا يتطمنوا عليها بس كل ده مش فارق معايا اهم حاجة ان ماما جنبي وكفاية علي اني بصحة كل يوم على صوتها الحلو اللي نبرته كلها حنان حاليا انا بدور على شغل بشهادتي في احد الشركات بس كل ما بلاقي وظيفة بلاقي ان المدير في الشغل عيونه مني وبيواثق على الوظيفة علشان يتقرب مني اصلا نسيت اقولكم ان انا بنت جميلة جدا شعري اسود وطويل وبيضة وعيوني وسع ولونها عسلي واكتر حاجة مميزة ان عندي غمازة في خدودي غويتة جدا مش عارفة بيسموها ايه ما علينا وعشان كده كنت برفض اي شغل هيجي بطريقة غلط لحد ما لقيت شغل هو ملهوش علاقة بشهادتي بس احسن من ما فيش وهناك تعرفت على زميلية في الشغل كان اسمه شادي كنت بتكلم معايا في حكم الشغل وكده يعني لكن بعد فترة مش طويلة فاجئني بانه عاوز يتقدملي واتجاوزني بس انا ما كنتش بفكر في الجباس خالص دلوقتي بس برغم كده اخواتي قالوا ان الشخص كويس جدا وعنده شقة وظروفه حلوة ولما سألت ماما قالت مش عارفة يا بنتي والله انا حسة كده انه شخص كويس بس بالرغم من كده في حاجة كده مش مراجحاني مش عارفة هي ايه بس سبيها على ربنا هو المطلع علينا ما فرقش رأي ماما كتير في موضوع جوازي لان اخواتي كانوا موافقين جدا عليه واتخطبت له واتفقنا على معاد الفرح بعد ثلاث شهور انا ما كنتش مرتاحة لفترة الخطوبة لانها قصيرة جدا كنت محتاجة انها تكون اطول من كده بس اعمل ايه وفي يوم ما تهبت جدا واتصابت بمرض للأسف بقت بعد وست قعيدة على الكرسي المتحرك مش بيقدر تعمل حاجة لنفسها حتى انها بتحتاج المساعدة علشان تروح لحمان علشان كده قلت لاخواتي الاتنين اني هفسخ خطبتي من شادي علشان اقعد مع امي واخلي بالي منها محمد اخوي قال لي انتي تجننتي اغوزة تسيب خطيبك انتي عارفة الناس هتتكلم وتقول عليك ايه وبعدين احنا ادينا كلمة للناس وما نقدرش نرجع فيها مش فرقة معايا كل ده اهم حاجة هي عندي ماما مين هيرعيها لما نتجوز ما انت عارف حالتها كويس وكل همك كلام الناس ما تفكر شوية في امك يا اخي هي مش امك بقولك ايه انتي محمد معلش تعال معايا شوية ايه اللي انت بتعمله ده ما انت عارف اختك متعلقة بامك ازاي وبعدين روضة عنيدة اهدى شوية ونشوفها نتصرف ازاي ما انت عارف يا عمر اني مستنيها تتجوز علشان اجي اسكن في الشقة هنا شقتي ديئة جدا وشقت بابا وسع جدا خلاص بقى اتكلم مع اختك بالراحة وحاول تتفاهم معاها لان ماما هي الوحيدة اللي تقدر تقنع روضة بالجواز وثالث محمد اخويا قدر يأثر بالكلام على امي لدرجة انه قلها ماما حاببتي يا غالية حاولي تقنعي روضة انها تتجوز يراضيكي يعني انها تقعد من غير جواز انا عارف ان حضرتك محتاجة مساعدة بس روضة كبرت وخلصت جامعة واشتغلت كمان انا الاوان انها تتجوز بقى سكتت ماما وما تكلمتش لكن محمد مسكتش وحاولي يسيطر على مشاعر ماما وقال طب مش نفسك تشوفيها بفستان الفرح وهي قعدة في الكوشة جنب عرسها مش نفسك تفراحي بيها وتفراحي بولادها وبعدين انا هجيب ولادي ومراتي ونجي نعيش معاك ونخدمك هنا ايه رأيك بقى محمد اصاب الهدف وكلامه اثر جدا على ماما وبقى اهم حاجة هي ساعدتي ومش مشكلة نفسها ولا حتى انها تعيش ازاي اهم حاجة اني اعيش وكون مبسوطة ومرتاحة حتى لو ده كان هيأثر على راحتها هي هو ده قلب الام من اولويات وسعادة ولاده جات لي ماما وتكلمت معايا وقالت روضة انا عاوزة اتكلم معاك شوية لا يا ماما اسفى مش هغير قراري اللي اخدته لو سمحت ما تتكلميش وتتعبي نفسك استغفر الله العظيم وعرفت منين يا بتي اني هكلمك في الموضوع ده لا والله هو انت مش عارفة اني عارفاك وحفظاك اكتر من نفسك ولا ايه بصي بقى لو فاكرا اني هكون مبسوطة عشان انت قاعدة جنبي وشيلاني وبتساعديني وتسبت خطيبك عشاني تبقي غلطانة انا عمر يا بنتي ماكون مبسوطة غير وانا شايفك في بيت جوزك انا مش عايزك تلاقي علي انا هكون بخير والله اخك محمد هيجي يعيش معايا هنا انت بتتكلمي بجد يا ماما محمد هيعيش معاك هنا ايوا يا بنتي هو اللي قال لي هيجيب نفين والولاد يعودوا معايا وهيخلوا بالهم مني بس انا مش بيرتحلي نفين دي يا ماما نفين يا بنتي كويسة ما تخفيش يلا بقى يلا عايزين نفرح بيك وافق يا بنتي عايزين نفرح بيك انا واخواتك مسكت ايدي وطبطبت علي وهزت راسها وهي بتبتسم الصراحة بعد كلامها ده ما كانش قدامي غير اني اوافق وافقت وعملت الفرح وتجوزت اخويا راح علشان يسكن مع ماما في بيت بابا ودي كانت حاجة مريحاني شوية على ماما وبعد جوازي فترة حبيت اني ازور امي من فترة للتانية علشان اتطمن عليها وعلى صحتها في الاول كنت بشوف ماما كويسة بس في الفترة الاخيرة حسيت انها مش تمام لاحظت عليها انها تعبانة وخصة ومش بتتكلم معايا زي الاول كانها مخبية حاجة سألتها مالك كتير لكن ما كانتش بتجاوز حسيت انها بتتهرب من اسئلتي بس انا عديت الموضوع بمزاجي لحد ما شوف انا بنفسي في ايه وفعلا ابتديت اروح ازورهم من غير مادى معت قبل كده علشان اشوف نيفين لو بتعمل حاجة مع امي ولا لا وفي يوم وانا رايحة لماما كنت قبضت المرتب بتاعي فحبيت اشتري شوية حاجات واروح لها اتطمن عليها واشوفها وبرده من غير ما اقول اني رايحة اول ما وصلت كنت لسه هدوس عالجرس لكن سمعت اللي صدمني وقهرني ووجع لي قلبي سمعت نيفين وهي بتقول لي ماما جرع ايه يا ولية انت هو انا موريش غيرك ولا ايه طول النهار طلبات 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 ايه ما يكونش انا الخدام اللي جابها لك ابنك يا ابنتي ليه بس كده هو انا طلبت منك ايه ادي انا بقولك ناولين شوية مية عشان عايز اتوضع عايز اصلي العصر يا ابنتي معلش معلش انا ست كبيرة وقعدة على كرسي متحرك مش بعرف اعمل حاجة لنفسي انا عارف اني بتعبك معايا بس سامحيني يا ابنتي وانا زم بايه انك مش بتتحركي ها افضل ادخلك الحمام واخرجك من الحمام ده انا وزدي تقاطم اسمعي بقى انا هلبسك بامبرز طول النهار وتبقي بالليل تغيريه اوه ما انا مش كل شوية اشيلك ادخلك واطلعك يا ابنتي بامبرز ايه بس وانا بصلي حرام عليكي ما تعمليش فيه اكيدا اخراسي بقى وشوفيلك ركني في البيت وترزعي فيه انا اول ما سمعت كده مستحملتش قعدت رزق على الباب جامد لحد ما فتحت هي اول ما شافتني توطرت اه روضة اه ايه ده اه ده انا كنت بزعق مع ماما علشان تاخد الدواء انا سمعت كل حاجة ما تحاوليش تبرري انت ازاي تعلي صوتك على ماما بالشكل ده والاسوأ انك بتعمليها وحش يا حبيبتي يا ماما كنتي مستحملة كل الهانة دي وسكتة بس خلاص انا مش هسمح لحد دايقك تاني بصت لنيفين وقلت لها بقى انت عاوزة تلبسي امي بامبرز وكمان تقول لها شوفيلك ركني عادي فيه ده انا مش هخلي ركني في جسمك سليم وهجمت على نيفين زي ما بيهجم الاسد الجعان على فريستو اخد بقى وفيني وجاعك لحد ما الجران جمع على صوتنا وحشونا من بين ادين بعض بالعافية الجران اخدوها للعيادة القريبة من هنا واتصلوا باخويا محمد علشان يحكولوا اللي حصل وانا اتصلت بشادي وقلت له يجي على بيت ماما وبالليل واحنا قاعدين مع بعض محمد قال ياه اللي انت عملتي في نيفين ده انت تجننتي ولا ايه ده انت بهدلتيها عملت ايه يعني اتكسر وبعدين انا عملت حاجة ده انا كنت لسه عاوزة اكسر لها رجليها وعمل لها عاها مستديمة بس الجران بقى الله يسمحهم انقذوها من ايديها وبعدين ما تسأل انا عملت كده ليه ها وعشان ايه ماهمش معقولها عمل كده من نفسي انا انا ما عملتش حاجة هي اللي هجمت علي زي الطور الهايج ومسكت نهاتك يا ضرب على فكرة انا لولا انك اخت جوزي انا كنت قدمتي فيك بلاغ ونايمتك في الحاجز النهر ده شكلك كده لسه مش بعتيش ضرب حاول يا بيت تتجنبيني مات بس بقى يا روضة في ايه محدش قادر يسكتك ولا ايه في ايه يا عم شادي ما تسكت مراتك شوية اعمل لك جو كده في المكان يا اخي روضة سكوتي شوية وحفظي على هدوءك سيب اخواتك يتكلمه علشان نشوف حل دي ماما يا شادي ماما ونفين غلطت في حقها دي عملتها معاملة وحشة قوي ده غير الزل اللي زلته لها علشان بتدخلها الحمام وبتخرجها منه وقالت لماما انا مش خدمتك هي علشان بتساعد ماما شوية حاست نفسها خدمة ليه دي حامتها وزي امها غير كده دي ستة كبيرة فيها ايه لو رعتها يعني فيها ايه يا عمر فيها ايه يا محمد مش دي امكم ده انتو حتى ما خدتوش اي موقف لحد دلوقتي ما سمعتش منك ايه اللي عملتيه في امي ده وانت ازاي تتجرأي تعملي كده في امي ايه مش صعبان عليك امك بص شكلها بقى اعمل ازاي كل همك انا ازاي ضربت مراتك وعورتها بجد انا مصدومة من رد فعلكم قوي طب خلاص انا هوعدك ان نيفين مش هتعمل كده تاني مع ماما ولو عملت حاجة زي كده انا هيكون لتصرف تاني معها اتطمنت كده لا ما اتطمنتش انا مستحيل اسيب ماما مع نيفين دي تاني انا ما عنديش ثقة فيها وعارفة ومتأكدة انك مش هتعمل حاجة لانك بتخاف منها مش عارفة هي بتخوفك بايه علشان كده انا مستحيل اسيب امي هنا واكون متطمنة عليها خلاص طالما مش هتكوني متطمنة عليها هنا اهي تروح تعيش عند عمر شاقته واسعه فيها قوضة نوم لما تنام فيها اهيه رايك عندنا ضد القوضة ما فياش غير السرير اللي بيناموا عليها العيال طب اصبروا كمان لما جيب سرير جديد يعني وحطه في القوضة انا بجد مصدومة فيه كومنتو اللي اتنين بتحديفه ماما البعض يا خسارة والف خسارة دي جزتها بعد ما ربت وكبرت وجوزت في ايه في ايه ايه الزمان اللي احنا عايشين فيه ده عموما انا اصلا ما كنتش هسيب ماما عندك لان نورهان مراتك اسوأ بكتير من نيفين خلاص ياختي مادام انت خايفة قوي على امك كده خديها تعيش معاكي هتبقى على طول قدام عينيكي طبعا هاخدها هاخدها تعيش معايا شادي قال تعيش معنا في شاقتنا ايه يا شادي هتعيش معنا فيه حاجة ولا ايه اه لا لا مفيش دي تنور طبعا وفي نفسه قال هدي اللي كان ناقص ولادها ميردوش ياخدوها وادبسنا فيها يلا يا ماما نحضر شنطة هدومك واللم علاجك علشان نمشي ودخلت جهزت ماما وخرجنا واحنا ماشيين قلت النيفين كلمتين عاوز اقولك حاجة على فكرة ماما ما كانتش محتاجة لك انت اللي كنت محتاجة لها كنت محتاجة براكتها ودعوتها كنت محتاجة تدخلي الجنة بسببها بس للأسف خسرتي الفرصة محمد لو سمحت ياريت تجيب مفتاح الشقة وتاخد مراتك وترجعه على شقتك لان الشقة دي بتاعت بابا اللي يرحمه ومن حق امي فيلا يمشو ايه دا يا ماما هو انت مقولتش لي روضة انت كتبتي لي الشقة باسمي ولا ايه ايه دا انت بجد يا ماما كتبتي له الشقة كتبتيها لده ولديه اه يا اختي الشقة خلاص بقت بتاعتي فيلا طريق اخضر ليه كده بس يا ماما دي شقة بابا تبديها لده اعمل ايه بس يا بنتي هو اللي مضاني على العقد من غير ما يقولي نصب واحتيال يعني عموما ربنا كبير واسمه العدل واللي عملتوا في امكم هيقعد لكم وهتحصدوا سمرت افعالكم قريب حسب يالله نعمل وكيل فيكم يالله يا ماما واخدت ماما ورحت على بيت جوزي علشان تعيش معايا واول ما وصلنا لقيت حماتي فايزة مستنيها لحد ما تشوف احنا تأخرنا ليه انا وشادي واول ما شافتنا قالت ايه يا ولادة اخرتوا ليه كده انا قلقت عليكم اوي هو في حاجة ولا ايه وشوية وشافتني وانا بنزد الكرسي ماما من العربية واستغربت اول ما شافت امي وانا بقعادها على الكرسي الله يسلمك يا ام شادي تعالي يا حبيبتي اتفضلي ادخل لي بيتك ومطرحك استغربت من رد فعل حماتي اصل حماتي ستة شديدة قوي وما فيش حاجة بتعجبها ودايما منتقدة اللي حواليها دي حتى شديدة على بناتها اللي هم اخوات جوزي وما بقوش يزوروها بسبب كده اخدت ماما وطلهت شقتي لان عيشة في الدور التالت فوق شقة حماتي على طول كان شادي طالع ورايا بس هي شدته ودخل وشقتها قالت فايزة حماتك بتعمل هنا ايه وجاية مع بنتها ليه والله يا ماما انا مش عارف اقولك ايه بصراحة مرات ابنها محمد بهدلتها قوي وروضة راحت لقيت نيفين بتزعق لها ومسكتها ضربتها وفتحت لها دماغها كمان وعيالها اتخلوا عنها وروضة جابتها هنا تعيش معانا بتقول ايه تعيش فين هنا ويا تارى بقى على طول ولا فترة وماشيا تقريبا كده على طول ايه على طول دي ليه يا ابني فتحها دار مسنين ولا ايه بقولك ايه الولية حماتك دي لو قعدت هنا هتحتاج اكل وشرب ولبس وعلاج ودكاترة دي هتقرب بتك وتفلسك ده غير انها هتاخد اهتمام مراتك منك لا اكله ولا اهتمام روضة ده انا مقدرش اعود من غيرها يعني هتصرف عليها عادي ده مرتبك يا دم مش بيكفي هيكفي ايه ولا ايه انت ناس اني باخد نص مرتبك علشان مصاريفي سبيها على الله يا امي ربنا اللي بيرزق وبعدين حماتي بتقبض معاش ده غير مرتب روضة يعني بيساعد وبعدين انا مش عايزة ازعل روضة اصلها متعلقة بامها قوي جاتك خيبة يعني بتعمل كل ده علشان ما تزعلش الست مراتك طب ايش رباقة وشوف شوف بقى روضة اهتمامها كله هيكل امها وهتنسى انها متجوزة اصل وهتقول امي قالت كلام حماتي خوف شادي من قعدة ماما معانا بس هو ما يقدرش يعمل حاجة علشان ما يزعلنيش وطبعا حماتي كانت خايفة الاشادي ما يقاطش اديها نص مرتبه ويقول لها المصاريف كترت عليه او حتى ينقص اللي بيدهولها علشان كده ما كانتش مرتاحة لقعدة امي معانا اما انا ما كانتش فرقة معايا حاجة غير امي وبس كنت عايزة اسعدها وانستيها اللي حصلها معني فين وانستيها اللي عاملو اخواتي كمان وانهم اتخلوا عنها بس انا متأكدة ان ماما مش هتنسى بس على اقل هحاول وابتدت حياتي تمشي طبيعي بس مسئولياتي زادت يعني اقوم تلاتة ونص بالليل علشان اصحي ماما واوضيها علشان تصلي الفجر وبعد كده بدخل ماما تنام وابتدي انضف شاقتي واحضر الفطار وبعدين انزل علشان انضف شاقة حماتي فايزة لانها ستة كبيرة ومن دور امي برضو وبعد كده اطلع اصحي فادي وماما علشان يفطره وبعد كده بالبس واروح الشغل انا وشادي وبصراحة انا بتعب كتير لان طول اليوم باشتغل بس انا سعيدة جدا علشان ماما جنبي وابتدعمني وكمان شادي كويس معايا ومع ماما بس ده كان فترة مؤقتة لحد ما حماتي مال الدماغ وبكلامها وفضلت تقوله ان ماما اخدت وقتي كله وان اهتمامي كله بقى الماما وده غير انها قالت له ان ما بقاش مرتاح في شاقته وما عادش يعرف ياخد راحته والكلام ده والكلام ده اثر جدا على شادي لدرجة ان معاملته تغيرت جدا معايا وبقيت احس ان ما بقاش زي الاول لما قعدت مع نفسي وفكرت حسيت ان للفترة الاخيرة قصرت شوية معاه علشان كده حبتي ان يعوضه فقررت اعمل حاجة وفعلا نفستها قررت اني مروحش الشغل اليوم ده وطلبت من ماما انها تغير جو فاخدتها وروحت عند خالته وهناك خالته مسكت فيها علشان تبات معاه طبعا انا كنت عارفة ان خالته هتمسك في ماما فقلت الماما خلاص طالما خالته مسكت فيك يخليكي وانا بكرة اجي اخدك وروحت عملت عاشة رومانسي وشموع والبست لبسة حلوة قوي واستنيت شادي لحد ما جاه اللي اول ما دخل الشقة وشاف التحضيرات كان مبسوط قوي روضة حبيبتي انت عملتي كل ده علشاني شادي انا عارفة اني قصرت معاك الفترة دي بس انت لازم تقدر وضعي من شغل البيت للشركة ده غير اني يبعتيني بماما انا اسفة حاول ما تكونش زعلان مني انا كل فترة كده ان شاء الله يعني هخليك نقضي وقت جميل لوحدنا ماشي شو هوسكوتي كل الكلام ده مش فارق معايا اهم حاجة دلوقتي نطف الشمع ده وندخل نتعشى اصلا انا جعان قوي عشان عايز انام قال لانا جاي تعبان قوي ايه؟ بحذر في ايه تعالي يلا هو قضينا صهرة جميلة قوي انا وشادي بس للأسف الاوقات الحلوة مش بتدوم على طول طول ما في ناس زي حماتي كده مش عارفة هي قعدت ماما معانا عملالها ايه علشان كل شوية تسخن شادي على الموضوع ده لدرجة اني شادي تغير تاني والمرة دي اكتر من الاول بقى بيتصرف بطريقة غريبة جدا لا والاسوأ ان ماما بقت تلاحظ بس بتشيل في نفسها وتسكت ولما تكلمت مع شادي في الموضوع ده قال لي لان انتي من الفضالي خالص ولا كأني ليك زوج لا بتقادي معايا ولا بنتكلم ولا اي حاجة خالص من ده لده دي عيشة دي كل وقتك لسيت امك وبس هي جاة من بيتها علشان تنكد علي في بيتي ولا ايه جاة تاخد مني مراتي انا ما بقتش عارف اقعد في شاقتي شو فيلك حل في الموضوع ده وخرج ورازع لبات جامد وراه بعد ما هو خرج حسيت بواجعة جامد في قلبي حتى شادي مش مستحمل وجود ماما ومتدايق من قاعدتها معانا فطلت عيض جامد فطلت عيض على حالي وحل امي وما بقتش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه بس لكل همي ان امي ما تسمعش حاجة علشان ما تزعلش قلت لازم اروح اتطمن على امي اول ما دخلت قضيتها عملت نفسها نايمة علشان ما تحسسنيش انها سمعت كلام شادي اول ما شفتها قلت الحمد لله انها نايمة وما سمعتش حاجة اول ما طلعت من القوضة ماما نهرت في البكة وقاعدت تقول لنفسها ليه بيحصل كل ده يا ربي ولادي الصبيان اللي اتنين بهدلوني كده على اخر الزمن وما يرضش يخليني حتى اعود معاه وحدت البنت الوحيدة اللي بتحبني ومش راضية تتخلى عني اكون انا السبب في مشاكلها بينها وبين جزها وهي مضطرة تستحمل كل ده عشاني بيرت لو لاقي مكان اروح عايش فيه كان زمن بنتي عيش حياتها طبيعي وجوزها مش بيزعلها بسبب بس انا رضي يا رب لو ده نوعي بتلاقك فانا رضي يا رب يا رب حنن قلب ولادي علي يا رب وسعد بنتي واقف مع بنتي يا رب يا رب هي محتاجة لك ونامت ماما وهي الزعلان ولما جه جادي بالليل اتكلمت معاه تاني وفهمت ان اللي بيعمله ده غلط وان ما ينفعش يتكلم بالطريقة دي على امي ولازم يفهم ان دي امي وان ما حدش يقدر يمسها باي كلمة توجعها او تجرحها طول ما نعيشها وان كانت قعدتها تعباه فانا ممكن اخدها وامشي واروح اي مكان تاني واسيب له شايته يرتاح فيها براحته والله براحتك انا اصلي تعبت من الموضوع ده اذا كنت عايزة تعيش معايا لازم تكوني للوحدي مش نتقسمها على اتنين ده غير انك اهملت يومي علشان امك ده غير المصاريف الكتير اللي بقيت بصرفها شو فيلك حل مناسب للموضوع ده انت بتعيرني يا شادي بتعيرني بلق امي اللي بتاكلها معنا مصاريف ايه مصاريف ايه اللي انت بتصرفها دي ده انت بتصرف نص مرتبك على امك وامري ما قلتلك حاجة بقول دي امك وان ما كنتش هتصرف عليها مين اللي هيصرف عليها ده انا كل يوم بنزل اروأ لها الشقة واخسل لها اهدومها واحضر لها اكلها كمان كل ده انا بشتغل وبخلي بالي من امي وبخلي بالي منك وامري ما قصرت معك في حاجة بعد كل ده شايف ان انا مدية كل وقت لامي بس يا خسار طلعت ما تفرقش حاجة عن اخوتي الصبيون كلكم شبه بعض ما عادش في رحمة في قلوبكم بصي بقى انا خدت قرار في الموضوع ده اذا كنت بتحبيني وعايزة تعيش معايا فانت لازم تختاريني انا وتود يومك تعيش في اي مكان تاني غير هنا انا مش فاتحها دار مسنين هنا يا تختاريني يا تختار يومك واذا اخترتيني باوعدك اني هافضل احبك ومش هبطل اهتم بيك ابدا اما اذا اخترت يومك بقى فبكرة الصبح تاخدي يومك وتشوفي لكم مكان تاني تعيشوا فيه مكان تاني غير هنا وتعتبرني انفسك طلبت يطلق مني وبعد كده سبني وراح ينامع عند ام وتحت معقولة شادي خيرني بين وبين امي طب انا هختار مين هختار جوزي ولا هختار امي حطت راسي على السرير ابتدت افكر وبعد شوية لقيت امي دخل علي بتقولي في ايه يا بنتي حصل ايه زعقت فيها جامد وقلت انتي عايزة مني ايه كل اللي بيحصل لي ده بسببك انتي انا هتطلق بسببك انتي سبيني في حالي بقى يا ربني ما كنت جبتك ولا دخلتك حياتك همشي طلعي برا قمت زقتها ووقعت من على الكرسي في اللحظة دي قمت بمفزوعة جامد وبصيت في القوضة ما لاقيتش حد اتاريني كنت بحلم لما كانت راسي على السرير اتاريني غفلت شوية فحلمت بالحلم ده وما قدرتش امسك نفسي وقتها جريت على قوضة امي اللي لقيتها بتصلي وبتدعيلي اول ما شفتها ترميت في حضنها وقلت لها سامحين يا ماب سامحيني لو في يوم ما قمتش بوجدي معك انا ما قدرش استغنى عنك لحظة واحدة ده انت جنت الحياة وحكيت لامي عن اللي شادي قاله وقلت لها اني من الصفحة هاخدك ونمشي من هنا ومعنا ربنا وطول ما معنا ربنا ما حدش يقدر ييزينا ولا يعمل لنا حاجة غير اللي كاتبها لنا ربنا ماما في الاول زيها زي امي كانت مش عايزة بنتها تتطلق بسببها وكانت مأهورة جدا علي وبتبكي جامد وبحرقة علشان كده انا قلت لها ان شادي طلع انسان مش كويس لانه لو كان انسان كويس ما كانش تجرق يخيرني ما بينك وما بينه كانت شاف اللي كنت بعمله وقدره لكن هو ما قدرش اي حاجة عملتها فالانسان اللي ما يقدركش يا امي ما تقدرهوش انت كمان استعدي يا امي واول ما يطلع النهار هنمشي واول ما النهار طلع كنت لميت كل حاجة تخصيني انا وامي في الشقة وانزلنا خبطنا على شقة حمادي فتح لي شادي اول ما شاف الشنط معايا عارف ان انا اخترت امي وما اخترتوش فحستي ان هو اتأثر ومعرفش يتكلم بس انا بقى اتكلمت شادي انت خيرتيني بينك وبين امي وانا اخترتو امي لان لو ما فيش خير في امي مش هيكون لي خير فيك ولا في نفسي ولا في حد علشان كده انا اخترت الطلق يا ريت تطلقني يا شادي في اسرع وقت حماتي فايزة اتدخلت وقالت شافت مش قلتلك ان كلها امها امها وبس اما انت ولا حاجة بالنسبة لها اهي بعيتك اعتريك يا اختي كنت يعد معابني بس عشان تلاقي مكان تسكني فيه انت وامك اولا انا ما بعتش ابنك ابنك هو اللي بعني ولو هو كان بيحبيني بجد كان لازم يفهم ان دي امي وما قدرش استغنى عنها لكن هو عمل ايه خيرني وانا اخترت لان اللي بيني وبين امي الدم ورابط قوي ما بيطقطعش اما اللي بيني وبين جزي مجرد اسيمة وشوية كلام مكتوب على الورق وتلبيس دبل وبس شادي مانا تقشب ولا كلمة من ساعة موقفت هاتكلمت مع امي وقلت لها يلا يا ماما وانا على الباب قلت انا عايز اقولك على حاجة يا حماتي انتي ام وعندك بنات ما حاولتش تحطي نفسك مكان ماما تخيلي لو ابنك عمل فيك نفس اللي عملوه اخواتي كنت هتعملي ايه طب لو واحد من جواز بناتك طلقها بسببك انتي كنت هتعملي ايه تعرفي انتي كان ممكن تحمدي ربنا ان انا بره بامي لان انا لو بره بامي كنت اكيد هكون بره بيك وعمري ما كنت هزعالك في حياتي وكنت هحافظ عليك وكنت هحافظ على ابني بس اتي رفضت النعمة دي في ناس كتير ربنا بيبعت لهم اللي فيه الخير بس هم اللي بيضيعوه بسبب انانيتهم وكبرياءهم تعرفي انك كنت محتاجة مرات ابني زي نفين كده مرات اخوية محمد وزي نورهان مرات اخوية عمر بس سبحان الله تخيالي ام اللي هي ستة طيبة ربنا رزقها بامراتات الابن دول وانتي ربنا يرزقك بي انا بس هقول ايه ما عادش عندي كلام اقوله ربنا يوفقكم ومشيت وبعد كده شادي بص الام وقال لها وقفها ماما ما تسبهاش تمشي الله يخليك انا ما قادرش عايش من غيرها انا هنزل وراها جيبها قعد هنا رايح فين خلي عندك شوية كرامة طالما ما دورتش عليك تسألش انت فيها سيبها بكرة الايام تبهدلها وتندم انها خسرتك وان كان على جوازتك انا هجوز لك ست ستها ما تقلقش شادي كان متدايق جدا ان انا ما اخترتهوش هو فكر ان انا كده تنزلت عنه وما تمسكتش بيه علشان كده كان شايل مني كتير وقرر انه يطلقني اما انا فاخدت امي واخدت شنطتنا وراحت شقة بابا اللي فيها محمد اخويا خبطت على الباب ونفين اللي فتحتلي اول ما شافت الشنط اللي معايا فكرت ان انا جاية علشان ارجع ماما تعيش معاهم دخلت البيت واطلع لي محمد اخويا وقال في ايه ويه الشنط دي كلها في حاجة ولا ايه محمد انا وشادي هنتطلق وبصراحة انا جبت ماما وجيتها علشان نعيش هنا في شقة ابويا نعم يا اختي عايزة تطلق انت جننتي ولا ايه وياطار عملت ايه علشان تطلق ما تزعق ليش كده انت ما تعرفش شادي عمل ايه ده خيرني ما بينه وما بين امي وانا اخترت امي وعلشان انا اخترت امي هو هيطلقني وانا بقى مش حاب ارتبط با اي حد زي ده لانه مش جدع ومش شاهم نيفين وطت على امي وقالت شفتي عملت ايه رحتي خربتي بيت بنتك وجيتي علشان انت لعنة لعنة على كل اللي حواليك ما تموت يا ولية بقى وتخلصينا منك ماسك في الحياة ليه هف عليكي اخدت بالي ان امي متضايقة ومش قادرة اخد نفسها جريت عليها وقلت لها مالك يا ماما في ايه ماشيني يا بنتي من هنا انا مش هقدر عيش مع البنتي دي تحت سقف واحد طلعيني من البيت ده بسرعة لا مش قادرة تنفس مش قادرة تنفس النفس اللي هي بتتنفس منه خديني قبل ما موت خلاص يا ماما حاضر هاخدك وامشي من البيت ده صدقيني انا اصلا ما كنتش هعيش معاهم في نفس البيت محمد لو سمحت الديني مفاتيح الشقة بتاعتك التانية علشان اخد امي وروح اسكن فيها الشقة التانية انا بعتها كنت محتاج في الوص علشان اجدد الشقة دي واجيب العفش الجديد علشان كده بعت التانية معلش بقى هتدوري على سكن تسكني فيه انت امي معلش يا اختي هو ده حال الدنيا يعني ايه الكلام ده يعني يعني انا وماما كده اترمينا في الشارع محمد محمد انت خيال كبير انت سندة يهون عليك نترمي في الشارع انا امك كده نترمي من غير سكن او من غير مكان يهون عليك ترمي لحمك وعرضك لكلاب السكك ينهاشوا فيه ايه يا الدنيا حصل فيها ايه بتبيع امك اختك عشان مين وعشان ايه ده انا كنت بقول الحمد لله ربنا رزقني باخين يكون عون وسند ليه في الدنيا بعد موت بابا اللي ارحمه لما كنت بقضرب في المدرسة ولا في الشارع وانا صغيرة كنت بقول لهم هقول اخويا طب فاكر لما كنت بتلبسني الجاكت بتاعك وانت جيت اخدني من المدرسة علشان خايف علي من البرد يا خسارة يا الف خسارة على الاخوة سامحيني انا انا ما قدرش اعملكم حاجة بس نيفين هددتني انها هتطلق وتحرمني من ولادي ولو ده حصل انت عارفة ان القانون دلوقتي بيدي الحضانة للام علشان كده سامحوني سامحين يا ماما نيفين قالت ما تزعلش نفسك يا حبيبي دول عاوزيني يكسبه وعوطفك مش اكتر رودة قالت والله انا مستغربة كل اللي بتعمله ده علشان دي دي احلى حاجة فيها اسمها بس تفاكر لما جيت زعق لماما وتقول لها ما لايتيش غير دي وتخطبها لي دي اكبر مني بثلاث سنين ايه بعد الجواز صغرت عشر سنين ولا ايه انا مش عارفة ايه اللي عجبك فيها دي لا شكل ولا طبع ولا تعليم ده انا لما بقرب منها بحس اني هرجع من ريحتها وبقرف شفتي يا ماما مش دي نقاوتك برضو استرخصتي واقعدت تقولي دي مع النساء وما فيش حد معبرها وهتموت على عريس فهترضى هي واهلها باي مهر فعلا الحاجة الرخيصة ايمتها فيها والغالية ايمتها فيها برضو ولو ماما ما استرخصتش ودفعت مهر غالي شوية كنا جبناله عروس عيدلة شوية بس محمد اخويا يستهلك يستهلك فعلا انتوا لقينا على بعض قوي زبالة ولقيت بعضها مش عارفة انا ليه وقفة لحد دلوقتي باتكلم انا لازم امشي بس قبل ما امشي هتجيبي السلسلة اللي اخدتيها من امي لما كانت هنا معاك هاتي السلسلة لان بابا هو اللي جابها الامي وهي من حقها ومش من حقك انت تخديها انا ما خدتش سلاسل من حد روح يشوف امك ضيعتها فين ولا ودتها فين انا ما شفتش حاجة بصي بقى انا ممكن اتنازل عن الشقة وعن حقي بس مستحيل اتنازل عن هدية ابويا الامي السلسلة دي بابا جابها الماما اوي اللي لف راحهم وهي بتعزها اوي فلو ما جبتهاش مش هضملك اللي هيحصل المرة دي المرة اللي فاتت كان شوية التعوير بسيطة بس المرة دي هخلي الدكاتره يحتروا فيك ويا جز العلم والطب فيك نيفين ادي لها السلسلة مش عايزين مشاكل اخدت السلسلة من نيفين ومشيت انا وماما اخدتها وروحنا مطعم وطلبت افطار وقلت لامي عايزك تفطاري كويس يا ماما علشان تاخدي دواكي ها طلبتلك فطيرة السكر اللي بتحبيها انا مش عارفة انت جبتي القلب دمين مش عارفة بس تقريبا اتولدت بيه منك طبعا يا ماما رب نيخليك اللي يا بنتي وما يحرمنيش منك ابدا انا مش عارفة ازعل على حالك والله افرح بشجعتك وقلبك الكبير افرح يا ماما افرحي ومش عايزك تقلقي من حاجة كل حاجة تمام طب هنروح فين يا بنتي ما تقلقيش انا مخططة لكل حاجة هنبات النهاردة عند واحدة صاحبتي وبكرة ان شاء الله اخوها هيوديني الكذا سمسار ويشوف لنا شقة كده محندقة على قدنا طب والفلوس يا بنتي هتجي بيها منين انا بقولت بيعي السلسلة وبتمنها نتصرف ونصرف على نفسنا انتي محتاجة فلوس يا بنتي علشان الاجار بتاع الشقة انا مستحيلة بيع السلسلة بتاعتك يا امي لو هبيع حاجة هبيع من دهبي انا دهبك وانتي جبتي دهبك يا بنتي طبعا جبته وكمان كل الفلوس اللي كنت محويشها مش هطلع من المولد بلا حمس يعن من الجوازة دي حقي وخدته خلصنا في طارنا وماما وروحت على بيت صاحبتي وقسبت عندها الشنط واخدت ماما وقضينا طول اليوم برا رحنا الجنينة اللي ماما كانت بتوديني فيها وانا صغيرة واسترجعنا ذكريتنا وروحنا زرنا ابرا بابا وقرينا له الفتحة وروحنا كمان زرنا الاهرامات واحنا قاعدين على حجر الاهرامات ماما قالت عارفة يا روضة يا حبيبتي انت زي الاهرامات بتشبهيها في كل حاجة يعني انا حجر يا ماما لا الاهرامات يا بنتي من المعاجزات لما بتبص لها بتشوفي الاصالة والعراقة والتاريخ وبتسألي نفسك ازاي بنوها ده غير انها بقالها الاف السنين مكانها مستحملة العواصف وما وقعتش منها حجارة واحدة وكل اللي بيشوفها بينبهر بيها ويجي لها الاف الزوار من كل مكان علشان يشوفوها شفت انك بتشبيها ازاي وبعد كده فضلنا انا وماما طول النهار برا بصراحة كنت حابة اقضي وقت مع امي علشان انا وهي ما ندخلش في حالة من اليأس احنا مش هنقعد نلوم على نفسنا وعى الظروف لازم نكون اقوية علشان نكمل في حياتنا بعض ما قضينا وقتنا برا وانبسطنا رحنا البيت عند صاحبتي وباتنا هناك تاني يوم رحنا شفنا كذا شقة وعجبتنا واحدة الحمد لله كانت مناسبة جدا ودفعت ثلاث شهور مقدم ورجعت شغلي تاني بس ما ارتحتش لان شادي كان هناك دخلت مكتبي وانا متضايق لان زميلنا في الشغل كل شوية يسأله لو في مشاكل بيني وبين شادي قلت لنفسي ان كده مش هينفع ولازم حد فينا يسيب الشغل وقررت ان انا اللي اسيب الشغل انا كنت مؤمنا ان الارزائي على الله واكد هلاقي شغلي في حتة تانية قدمت استقلتي للمدير وكان زعلان جدا بس ده كان قراري هو ما قدرش يعرضني وانا خرجة من باب الشركة لقيت شادي بيقولي عاجبك اللي بيحصل بيننا ده مرتاحة وانت شايفاني بتعزب لو سمحت يا روضة احنا لسه ما اتطلقناش تعالي نرجع تاني ولو على امك نوديها دار مسنين صدقيني هناك هيهتموا بيها جدا موافقة بس بشرط امك كمان تروح معاها اهو يونسوا بعض هناك ايه رأيك انت بيتقول ايه اللي انت سمعته انا مش عارفة انت جايب البرود ده منين انت خيرتيني وانا اخترت امي ففكك مني بقى ويردت طلقني في اسرع وقته وبعد ما انا اتطلق مش عايز اشوف وشك تاني زقيته بايدي وقلت اقوع من وشي قال دار مسنين قال وروحت البيت واماما لحظت اني متضايقة وسألتني مالك انا سبت الشغل النهاردة ما استحملتش يكون انا وشادي في نفس المكان سامحيني يا رودة يا بنتي كل اللي بيحصل لك ده بسبب انا خسرتي جوزك وبيتك وشغلك عشاني بص يا بنتي انت مش مضطرة تستحمليني كل ده انا مش مبسوطة وانا شايفكي متبهدلك ده بسبب ايه الكلام ده يا ماما ولو قلت الكلام ده تاني هزعل منك بجد ومش هكلمك لمدة ساعتين يا حبيبة قلبي انت مش السبب اللي بيحصل لي خالص بالعكس ده انت مصدر ساعدتي اما بالنسبة لشادي هو اللي خسرني وخسر دعائك ليه وعلى فكرة بقى انا اصلا مكنتش متعلقة بشادي قوي اما شغلي بقى فالدنيا مليانة شغل بس اللي اشتغل بقى انا هدبر على شغل وهلاقي انتي بس تدعيلي وبصت ايديها وفضلت تدعيلي كتير قوي ودورت على شغل وكلمت صحابي علشان يشوفوا لي شغل معاه لو في يعني وبعد كم يوم اتصلت بيا نادا صاحبتي وقالت ان هي لقيتلي شغل اتحمست جدا وفرحت قوي ولما سألتها عن الشغل فين قالت انه في الكافيه لقدام الجامعة اللي كنا بندرس فيها بصراحة في الاول كنت مترددة انا معايا كلية علوم واقتصاد سياسية ودرجة البكالوريوس كمان وكنت التانية على الدفع بتاعتي يعني معايا شهادة حلوة بس الوظائف صعبة قوي وعلشان كنت محتاجة للشغل الطريقة وافئ قلت فترة مؤقتة لحد ملاقي فرصة شغل احسن اشتغلت جرسونة بقصة للطلبات للزباي وابتديت الشغل ومرة وانا في الشغل حسيت بشوية تعب زملتي في الشغل قالتلي لو تعبانا تقدري تروحي تاخدي اجازة بس انا قلتلها ان انا كويسة وبعد نص ساعة دختي واتعبتي من تاني فاضطريت المراضي اروح ولما وصلت للبيت ماما قالت روضة في حاجة يا بنتي جيتي بدري النهار ده يعني حسيت بشوية تعب يا ماما فقولت اخد بقيت اليوم اجازة وارتح شوية في البيت تعبتي تعبتي ازاي يا بنتي انت اكيد مش مهتمة بصحتك وضغطة نفسك في الشغل انا عارفاكي كويس ما اتخافيش قوي كده يا ماما دي شوية دوخة يعني كانت بتيجي بقالها كده يمكن خمس ديام لكن النهار ده زدت شوية مش حاجة يعني حاجة بسيطة دوخة طب بتحسي بغمامان نفسي يا بنتي لا بس بشم ريحة البرفان بتاعت المدير بتاعي في الشغل ببقى حاسة اني مش طايقة نفسي وهجيب اللي في بطني بس ايه دخل ده بتاع بيعني مش فهمه لانك يا بنتي ممكن تكوني حامل حامل؟ لا 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 ان شاء الله لا يا ماما انا ما صدقت ان ما فيش حاجة تربطني بشادي لازم يا بنتي تروحي للدكتورة وتتطميني على نفسي فعلا روحت للدكتورة واكدتلي اني حامل في شهرين استغربتني ما اخدتش بالي من ده لاني اتلهيت في مشاكلي وانسيت نفسي ماما طلبت مني اقول لي شادي لان من حقه يعرف ده مهما كان هيبقى قبل في بطني وفعلا قلت لشادي وعرفته الصراحة وكان مبسوط جدا وافكر ان الطفل ده هيرجعنا لبعض وده نفس الكلام اللي امي قالته ان لو فيه احتمال اني ارجع لشادي علشان الطفل يبقى ما تردتش لو شادي طلب مني اروح معاه وفيهم شادي جاب اخواتي محمد وعمر وجاب امه كمان معاه واللي دايقني اكتر انهم جايبين نيفين والنرهان معاه بصراحة الزيارة دي كانت تقيلة قوي على قلبي كانوا جايين علشان يتكلموا في موضوعي يا اما ارجع لشادي او اتطلق لان شادي ما طلقنيش رسمي من ساعة ما زبته لان كان عنده امل اني ممكن اتخلى عن ماما وارجع له بس ده في احلامه لو فاكر اني ممكن اتخلى عن امي عشان ويبقى بيوهم نفسه سمعت جرس الباب وقمت فتحت الباب اخوتي جمل اول واستقبلتهم واستقبلت نيفين ونرهان اهلا بالافاعي منورين نيفين قالت هالله يسامحك انت لسه شايلة مني ونرهان قالت ازايك يا روضة عامل ايه قلبي ما شفتكش من فرحك يعني اخبارك ايه والله مش كويسة علشان شفتكم انتو الاتنين اتفضلوا بس تقلعوا الجزم برا علشان لسه منظفة الشقة نرهان قالت شفت بتتكلم معانا ازاي مش قلتلك بلاش المشوار ده نيفين قالت هقاليلة زوق بس هنعمل ايه كان لازم نشوفها عايشة ازاي هي يا امها المشلولة ولما دخلت اخويا محمد قال روضة روضة مال فين ماما الحمد لله انك لست فاكر ان ليك ام عموما ماما مش هنا راحت عن دخلته راحت ليه يا مش عارفة ان احنا جايين ولا ايه لأ طبعا عارفة بس هي مش عايزة تشوفوا الشكم الصراحة مع اني قلت لها عصري على نفسك لمونة واقعودي بس هي ما رضيتش اعمل ايه الصراحة انا كنت متضايقة منهم قوي علشان كده كنت بتكلم باسلوب ناشف شويتين وكمان ماما مش هي اللي طلبت تمشي انا اللي ودتها كان عندي احساس ان اخوتي ممكن يقولولها حاجة دايقة علشان كده كنت عايزها تباد عنهم نيفين ونورهان كانوا قاعدين على الكنبة اللي قدامي وبيتكلموا نورهان قالت نيفين بصي راوضة حلوة ازاي رغم المشاكل اللي عندها وشغل 24 ساعة قال لما في حاجة قصرت على جمالها مش عارفة يا اختي ايه ده الوحدة تزعلها خمس دقايق تلاقي التجاعد والهالات السودة مالت وشها ودي بتزيد جمال مع المشاكل والزعل نيفين ردت عليها وقالت واسكت يا اختي مش خايفة تحسديها ويا دي بيأثر فيها حسد دي متحصنة يا امه يا ما حسدتها وما جرلهاش حاجة صح بس رغم انها جميلة ويباني انها بريئة وجيوت بس عندها شخصية قوية جدا ولا قديها نعمة وصغيرة بس تقيلة ده انا بسببها لسه شايلك جبس من عشر تيام لازم نبعد عنها احسن لك واحسن لي اختي شوية وجه شادي وحماتي فايزة ودخل وقعد مع اخواتي علشان نتكلم في الموضوع بتاعي بس قبل ما نبدأ الكلام قلت نيفين لو سمحت يقوم يعملي شاي او قهوة وقدميها للضيوف المطبخ على ايدك الشمال كل حاجة هتلاقيها موجودة عندك في المطبخ بس لو سمحت بقي نظامي الحاجة تاني مكانها اصلا بحب النظام ومش متعودة على الكركبة خلينا فلينتوا جايين عشانه يا شادي انت اللي طلبت من اخواتي يجوا علشان بنتكلم في الموضوع نعم انا جاهز اسمع اللي عندكم بص يا جماعة يعني دلوقتي روضة حامل في ابني وانا بصراحة مش حابب ابني او بنتي يتربوا بعيد عني علشان كده انا جاي نتفاهم واخد مراتي معايا منروح وانا جاهز لكل طلباتكم محمد قال تمام واحنا طبعا ما يهمناش غير كده صح ولا يا عمر عمر قال طبعا طبعا وما ليه شادي قال ايه رأيك يا روضة انا عايزك ترجعي على حياتي تاني واتنوريها انا بصراحة مش قادر عايش من غيرك ودلوقتي كمان بقى في طفل يربطنا ببعض يعني علاقتنا بقت اقوى ولا ايه محمد قال حلو قوي اظن بعد الكلمتين دول روضة هتروح من غير كلام عمر قال بص يا شادي اهم حاجة عندنا انك تحترم اختي وتعاملها كويس وما تزعلهاش روضة دي اخر العنقود والدلوع بتاعتنا شادي قال طبعا اكيد اهصل الروضة دي كل حياتي وقتها تكلمت وقلت تمام خلصت كلام تسمحوا لي بقى اقول رأيي ولا مش مهم محمد قال لا طبعا اقولي رأيك تمام كويس ماما بقى ايه اخبارها هتعيش فين معايا ولا معاكم ولا نرميها في الشارع ولا نوديها درمو سنين ها عايز اعرف محمد قال ما تقلقيش احنا خططنا خلاص ماما هتروح فين واتفقنا خلاص شادي قال اه يا روضة احنا اتكلمنا واتفقنا مع بعض ووصلنا الحل كويس ومناسب جدا يا سلام وصلت الحل طب ايه هو بقى واخيرا نطق ابو الهول اللي هي حماتي احنا الصراحة كان عندنا شروط واخواتك وافقه ياريت انت كمان توافقي طب يا جماعة ايه هو الحل يعني مش فهمه محمد قال بصراحة ماما مش هينفع تعيش معاك يتبيت جوزك لانها هتاخدك من جوزك يعني هتاخد كل اهتمامك وانتي دلوقتي حامل وماما عايزة مجهود وانتي مش هينفع تعملي مجهود اه تمام تمام كمل كمل يلا بصراحة احنا مش عايزينك تقلقي خالص احنا هناخد ماما تعيش معانا بس كل واحد فينا عنده مسئوليات يعني ومش هيبقى فاضي يهتم بيها علشان كده قررنا نوديها دار مسنين بس دي مش اي دار مسنين دي فايف ستار يعني خمس نجوم وهناك هيهتموا بيها الدواء هتاخده في معاده وهتاكل احسن اكل والله هيفرحك كمان ان احنا هنظرها كل جمع ها معنديكش حجة اهو ماما مش محتاجة مكان فايف ستار ماما محتاجة لنا نبقى دايما جنبها مفيش امه هتكون مبسوطة وولادها بعد عنها بس دي فكرتك يا شادي صح شادي رد وقال ايوا فكرتي انا قلت يعني انت هتتعابي كتير وخصوصا ان انت حامل وبتهتم بمامتك علشان كده يعني انا هريحك ونوديها احلى دار مسنين مش عايزك تقلقي من حاجة لا انا مش قال انا خالص بالعكس يعني انتم وافقين نودي ماما دار مسنين صح عمر قال ايوا حبيبتي طالما ده هيكون كويس عشانها طول ما هي في الدار هيهتموا بيها اما احنا كل واحد فينا يعيش حياته بقى من غير ما يقلع عليها وانتي كمان ترجع لجوزك وتخلي بالك من حملك وتعيش حياتك صح يعني انت بتطلب مني اتخلى عن امي اللي شالتني في بطنها تسعة شهور وردعتني سنتين وربتني وكبرتني وشايل اهم لحد دلوقتي وهو قديها دار مسنين ممتاز تفكير حلو سكت شوية وقلت اطلعوا برا يلا اطلعوا برا جايين عايزين اتخلى عن امي انا اتخلى عن حياتي وما تخلاش عنها محمد قال انا مش عارف انتي متعلقة بامي كوي كده ليه بتضحي بحياتك عشانها وانا مش عارف انتو جبتو الجوحود ده منين دي امكم امكم اللي بتعملوا معها كده ليه ليه بتعملوا معها كده واه اتخلى عن عشتي وعن الدنيا كلها علشان خاطر ام طبعا دي امي عارفين يعني ايه ام اصلا روحوا اسألوا اليوتما قولوا لهم عايشين ازاي من غير ام هيقولوا لكم حياتنا ملهاش طعم ومليانة قلم محدش بيدور علينا ولا حد بيهتم بينا لان الحضن الحنين مش موجود وانا الحمد لله والشكر لله عندي اجمل نامة في حياتي اللي هي امي اللي لما كنت تتعب ما كانتش تنام وكانت تسهر جنبي واسمعها وهي ابتدعي وتقول يا رب يا رب اللي فيها ايجي فيي انا يا رب بشيل من ملد بنتي وحط فيي انا مين اللي بيقوم الاحلى نامة في از البرد علشان يجي غطيني ها عشان انا مبردش بس هي تبرد عادي هي مش مشكلة تتعب عشاني بس انا لأ اماتعبش عشانها عارفين ماما تابت عشاننا قد ايه عارفين لما ابونا مات ضيعت شبابها وسحتها ازاي علشان تربينا وما يكولناش جوز ام وفي الاخر ننكر كل ده ننكر كل ده الماما ماما قطيب واحن قلب علينا ام اللي غمض عيني وامشي معها وانا واثقة فيها لانها مش هتقزيني هي بتفضل انها تتقزي وتموت بس انا ما يجرليش حاجة محمد قال خلاص يا روضك فاكدة ايه مش عايز تسمع مش مشكلة تسمع كلامي بس تسمع كلام ربنا اللي وصنا ببر الوالدين وذكروا في القرآن ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اللي ذكرهم في حديثه ووصنا عليهم وعلى برهم وقال امك ثم امك ثم امك قالها ثلاث مرات ده غير رضا امنا من رضا ربنا سبحانه وتعالى فيه اعظم من كده انا مش هتنازل عن الجنة لان الجنة تحت اقدام الامهات وانا هفضل تحت رجلين الامي لحد اخر نفس فيها اما انتوا بقى ربنا يلطف بيكم فوقوا قبل ما يفوت الاوان قبل ما تيجوا تدوروا عليها وما تلقوهاش انتوا دلوقتي عايشين ببركتها لو جرالها حاجة انتوا هضيعوا شادي قال روضة احنا انت بالذات تخرص خالص انا مش طيق اسمع صوتك تعرف انا ما يشرفنيش يكون مراتك عشان كده طلقني دلوقتي حالا ولو مش هتطلقني هروح اخلعك وبالنسبة للطفل اللي في بطني لما ولد تقدر تشوفه طلقني يلا وخدهم ما كمشي برا فايزة قالت انت بتكروشينا بقى هيا دي التربية لا التربية هي اني قرمي امي اللي ربتني في درمو سنين صح انت ست ما عندكش احساس ما حستيش بامي بس بكرة بقى لما تبقى في مكانها هتحس بيها انت عندك ولاد مش خايفة يعمله معاك كده شادي قال انا ما اسمح لكيش تكلمي امي كده وانا ما اسمح لكش اتدخل ماما درمو سنين بصي بقى انا زهقت قرارك ايه دلوقتي انا هخيارك تاني انا او امك بكل قوية العقلية ومن قلبي بقولك اخترت امي حبيبتي اللي جابتني على الدنيا اللي كبرتني وعلمتني اما انت فاف ستين دهية عرفتي جوابي يلا بقى اخلي عندك دم وطلقني محمد قال فيه يا بيت انت هو انت ايه حبة تطلقي وعايزة تدوري على حل شعرك ولا ايه انت مالك انت ها فارق معاك يعني ما انا بقى لي شهر مرمية انا وامي هنا محدش سأل فينا قلتوا حاجة انا ما عادش عندي اخوات انتموتوا بالنسبة لي اطلعوا برا يلا مش عايزة اشوفكم تاني ونهارت جامد وقعدت اقول لهم اطلعوا برا ويمشوا اخويا عمر قال عاجبك كده يلا بينا انا اصلا اللي مش عايزة عرفك احسن انها جات منك خد ميراتوا ومشوا اما محمد قال لي يعني انت بتقطع علاقتك بينا ماشي براحتك بس صدقيني هتحتاجلنا وهتندامي انتم اللي هتنداموا مش انا مش محمد هو كمان واحصلهم شادي انتوا هتمشوا من غير ما تحلوا لي الموضوع وترجعوا لي روضة ولا ايه محمد قال له ما تخلى عندك دم وطلقها وبعدين احنا ما عادش لنا علاقة بيها اتصرف انت بقى معاه هي اختارت امها ما اخترتكش افهم يا غبي وقتها شادي فهم ان خلاص مفيش فايدة واني مستحيل ارجع له حتى لو ماما هتعيش معانا فاردي بالامر الواقع واتلع لي تاني الشقة فوق انا حبيتك من اول يوم شفتك فيه وعمري ما هنساك انت طالق طالق سابني ومشي وهو منهر في البكة اما انا ما كنتش زعلانة قوي علشان كنت متهيئة للموضوع ده وعارفة ان ده نصيبي واسمتي ولزي مرضى بيه اما ماما فانا حكت لها عن كل اللي حصل واتقهرت عليه بس شوية شوية تقبلت الموضوع وفي يوم انا كنت راجع من عند الدكتورة اللي بتابع معاها علشان الحمل اول ما وصلت البيت لقيت امي في البلكونة جريت عليها وحضنتها عندي ليك خبر جميل جدا انا حامل في بنت بجد والله يا روضة معاكي بانوتا اه يا ماما انا لسه جاية من عند الدكتورة وهي اكدتلي انها بنت انا بقيت في اول الخامس خلاص يعني جنس الجنين بقى معروف ربنا يكملك يا بنتي على خير وتولدي بالسلامة ان شاء الله واتنور حياتنا احلى بانوتا من اجمل واراء بانوتا في الدنيا كلها حبيبتي امها روضة جميلة قمت حضنت امي كتير قوي وقلت لها ماما حبيبتي يا غالية تسلميلي قل بنتي على فكرة انا بقيت ملاحظة انك عاطفية قبل يومين دول الحمد لله انك حامل في بنت احسن ما تجيبي ولد ويتخلى عنك وميسألش عليك ولا كأن ليه ام حتى يلا ربنا يهديهم ويصلح حالهم ما تزعلش نفسك يا ماما ان شاء الله هيعرفوا غلطهم قريب جدا ولا ما يعرفوش عادي اهم حاجة عندي هو انت وبس يا بنتي وبالعكس بانا مبسوطة ان انت جنبي ساعات لما بقعد مع نفسي افضل افكر واقول هو انا عملت خير كتير في حياتي عشان ربنا يرزقني بيك عارفة يا روضة يا بنتي اول ما عرفت اني حامل اتمنيت بنت بس جبت محمد وتاني مرة اتمنيت بنتي بس جبت عمر تلت مرة اتمنيت بنتي والمرة دي ربنا حقق لي امنيتي وجيت انت نورت دنيتي كلها ماما مش بقولك بقيت عاطفية بقى ينفع كده خلتينا عيض انا قصدي ان البنات حناينين قوي يا بنتي علشان كده احمدي ربنا ان انت حامل في بنت صح يا ماما البنات حناينين قوي وعلى رأي الاستاذ الننسي عجرة يا بنات يا بنات يا بنات اللي بخلفش بنات مش بقاش من الحنية ولا دقش الحلويات دي شعيرة جديدة دي يا بنتي اه يا ماما شعيرة جديدة لها قصائد غردي اه طبعا بتقول اخاسمك اه واسيبك لا وجوا الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهوات وافضلت اغني الاغنية وارقص مع ماما وهي كانت خايفة وبتقول لي بالراحة عشان اللف بطنك يا بيت تسكتي بقى ما تتنططيش وزي كل يوم رحت الشغل بتاعي في الكافي واليوم ده ما كانش يوم عادي ده اليوم اللي غير حياتي كلها ساعة امهاتنا بتدعي لنا وتقول لنا ربنا يوقف لكم ولاد الحلال في اليوم ده دعوتها استجابت وقابلت الدكتور إبراهيم الدكتور اللي كان بيدرسلي في الجمعة امهاتنا كانت بتدعي لنا دايما وتقول لنا ربنا يوقف لكم ولاد الحلال وفي اليوم ده بقى دعوتها استجابت وقابلت الدكتور إبراهيم الدكتور اللي كان بيدرسلي في الجمعة اول ما شوفته قلت الدكتور إبراهيم إزاي حضرتك يا دكتور مين روضة؟ روضة نور الدين محمد؟ إزايك يا روضة عاملة إيه؟ أخبارك إيه بقى؟ الحمد لله يا دكتور أنا كويسة حضرتك إنت اللي عامل إيه؟ بخير الحمد لله صدفة جميلة جدا أني قابلتك يا روضة بس إنتي بتعملي إيه هنا؟ وكمان إيه اليونيفورم ده؟ ده مش يونيفورم الكافي هنا؟ أنا شغالة هنا شغالة هنا إزاي يعني؟ أنت بتهزاري؟ أنت معاك درجة البكالوريوس ومن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ده مؤهل عالي جدا إزاي يعني تشتغلي في كافرية وانت معاك الشهادة دي؟ ده أنت كنت من أكتر الطلاب امتياز أنا كنت متوظفة في شركة حلوة جدا بس يعني إزبتها لأسباب شخصية والظروف اضطرتني أشتغل أي شغلانة يعني لحد ما لاقي شغل كويس لا حول ولا قوة إلا بالله هو الشغل مش عيب بس ده مش مكانك أنت مكانك في وزارة المالية أو التخطيط أو الغرة في التجارية أنت ناسي أن كنت ممتازة في مادة مبادئ الإحصاء بجد شكرا لكلام حضرتك يا دكتور وما أتحك ليه بس عامل إيه نصيبي بقى أنا هسيب حضرتك دلوقتي علشان عندي شغل اتفضلي كلام دكتور إبراهيم أثر فيه جدا خلاني أستعجب فعلا الحالة اللي أنا وصلت لها بعد ما خلصتي يومي في الشغل كنت مروحة البيت لقيت الدكتور إبراهيم مستني قدام الكافيب العربية بتاعته لقيته بينده علي وبيقول لي روضة روضة تعالي الدكتور إبراهيم وحضرتك لسه هنا؟ في حاجة ولا ايه؟ أيوة فيه تعالي ركاب العربية معايا عايز أتكلم معاك شوية ركبت معاها العربية وقلت اتفضل يا دكتور اتكلم أنا مش فاهم حاجة أنا عايز أعرف إيه اللي حصل لك خصوصا أنا شايف أنك حامل يعني يباين على بطنك هو أنت اتجوزت يا إمتى؟ ياه يا دكتور ده أنا اتجوزت واتطلقت عموما أنا هحكي لك على كل حاجة وحكيت كل حاجة حصلت معايا من ساعة ما اتخرقت لحد ما قابلته سكت شوية وحستت أنه هو متأثر جدا وبعدين قال لي ياه يا روضة يا بنتي كل ده ده أنت بطلة أنا بحييك الصراحة على تمسكك بولدتك أما بالنسبة لموقف إخواتك بصراحة طلقه أندل جدا وطليق ده أندل منهم بكتير بس برافو عليك طلقتي بنت جدع ويؤتمد عليك أنا مقرب لكيش بس أنا بجد فخور بيك وبعدين طلب مني رقم تليفوني واصطلني البيت ومشي وبعد فترة لقيت الدكتور بيرن علي وطلب مني أنه يقابلني في البيت عندي علشان يكلمني في موضوع ويتعرف كمان على ماما جهت دكتور إبراهيم واستقبلته ورحبت به وماما كمان رحبت به جدا أصل ماما بتحس بالشخص اللي قدامها إذا كان جاي في خير أو في شر أما دكتور إبراهيم فماما كانت مرتحله جدا كانت حسة من ناحيته بالخير بصي بقى يا روضة احضرينها حاجة حليمة أنا شايف أن شغلانة الكافية ما تلقش بيها كمان أنا كنت جاي علشان أنصح نصيحة لله وهي أنك تعملي الماجستير وأنا وبعض الدكاترة اللي كانوا بيحبوك جدا هيشرفوا على رسالة بتاعت البحث بتاعتك ها إيه رأيك أحضر ماجستير ياه يا دكتور خلاص حقققي هدفك من بكرة لو عايزة دكتور إبراهيم حضرتك بتقول إيه أنا مش عارف أعمل رسالة الماجستير دلوقتي خالص أنا فضلي ثلاث شهور وأولد ورسالة البحثة محتاجة مني مجهود ومحتاجة مني سنة أو سنة ونص على أقل هو بل ما خلصها ده غير الرسالة بتاعت البحث بتاعت الماجستير هتحتاج مني أن أحضر محاضرات في الجامعة وأنا مش هقدر أحضر علشان أنا لازم أشتغل علشان أنا اللي بصرف على نفسي وعلى أمي كمان وأنا دخل على أولادة ومحتاجة مصاريف يعني أكيد مش هقدر أسيب الشغل أنا نفسي والله إني أخد الدكتوراه وعمل الماجستير ده ده كان حلمي بس الواقع يعني محتاج لأكتر بقولك إيه بقى ما تقلقش من أي حاجة خالص بالنسبة للمصاريف أنا وبعض الأصدقاء المرتحين ماديا بنعمل مساعدات كتير لناس محتاجة اللي زي حضرتكم كده أنا آسف يعني ما تفهمونيش غلط أنا جاية ساعد بس مش أكتر اعتبروني من العيلة في شهرية كده هتجيلكم كل أول شهر حاجة خالص طول ما أنا موجود ما تشلوش هم حاجة يا جزاك الله خير يا ابني إحنا مقدرين وقفتك معانا ومسطورة والحمد لله لو سمحت يا أمي ما تحرمنيش من مساعدتكم ووقفتي جنبكم ما تأخذنيش يا ابني موقفك معانا يعني محيرني شوية هو أنت حابب تساعدنا ليه بصراحة كده علشان أنا بحب روضة بحبها من ساعة ما كانت تلمستي في الجامعة إيه بتحب روضة آه أنا فعلا بحب روضة بس زي بنتي أنا عندي ثلاث صبيان وطول عمري باتمنى بنتي بس ربنا ما أكرمنيش بالبنات علشان كده أنا بعتبر روضة هي بنتي أقولولا إن ابني الكبير في ثالث سنوي أكيد كنت هجاوز هالو وبعد الروضة بنتي متفاوقة جدا ولا صعبان علي الزكاء اللي عندها ده تقدم به شاي وقهوة ناس أهل زكاء منها تخدم عليهم شكرا بجد لحضرتك يا دكتور شكرا من كل قلبي ووعدك أني أكون عند حصن ظن حضرتك وهشرفك إن شاء الله هو ده الكلام الصح هو ده الكلام اللي أنا عايز أسمعه عمت أن أنا همشي يا روضة وهستناكي بكرة بعد الظهر في مكتبة الجامعة علشان تقابل الدكترة اللي هيساعدوكي ويشرفه على البحث هتقابل الدكتورة زينات والدكتور زين فاكرة الدكتور زين يا روضة زين؟ هو مش دكتور زين ده كان في جامعة اسكندرية؟ اتنقل يا ست جامعة القاهرة من سنة وعلى فكرة هو اللي طلب يساعدك طب أنا همشي بقى يا الله سلام طبعا أنتوا دروقتي الفضول هيموتكم وبتسألوا نفسكم مين زين أنا هقول لكم زين كان صاحبي في الجامعة بس هو كان في سنة رابعة وأنا كنت في سنة أولى جامعة هو كان متفوق وأنا كنت متفوقة فكنا بنتقابل في الرحلات اللي بتطلعها الجامعة للطلب المتفوقين من كل الصفوف وفي رحلة من الرحلات قابلت زين وتعرفنا على بعض ومن وقتها زين طلب إن احنا نكون صحاب بس أنا وقتها ما كنتش مقتنعة بفكرة إن في صداقة بين ولد وبنت وده خلى زين وتمسك بي أكتر وصرحني إنه بيحبني جدا وإنه أول ما يتخرج هيطلبني للجواز وبعد ما تخرج وقتها أنا كنت لسه بدرس وطلبت منه يأجر الموضوع بتاع الجواز لحد ما تخرج أنا كمان ويبقى معاه شهدي وهو طبعا وافق بس ما حصلش نصيب لإنه لما تقدمني علشان يتجوزني طلبني من غير ما يعرف أهله لإنه لما قالوهم رفضوا إن يتجوزني قالوا إنه مستوانا المادي مش من مستواه وقتها زين تقدمني من وراه ولما عرفوا اللي حصل عقبوه وخطبوه غصبا عنه وبعتوه على اسكندرية عيش هناك وبعد فترة عرفت إنه تجوز من شهيرة دي كانت واحدة صاحبتنا كانت في نفس السنة الدراسية معنا في الجامعة وكانت بتموت في زين وعرف علاقة زين بي أبوها صاحب أبو زين علشان كده جوزهم لبعض هتصدقوني لو قلت لكم موضوع زين ما فرقش معايا خالص لأن وقتها كنت بدرس وما فرقش معايا موضوع الجواز هتقولولي يا سلام ما فرقش معاكي موضوع زين وما فرقش معاكي طلاقك من شادي إيه إيه ما عنديكيش قلبه ولا إيه لأ طبعا عندي قلبه وعندي مشاعر وبحس بس أنا مؤمنة في فكرة النصيب جدا ووثقة إن عوض ربنا أحلى ومتأكدة إن فيه شخص هيسرق مني قلبي بس هو فين معرفش لسه ما ظهرش ولما يظهر مش هتخلى عنه أبدا وتاني يوم رحت الجامعة واستقبلني الدكتور إبراهيم قدام الجامعة ودخلني وقال لي استني في المكتبة لحد ما جي أول ما دخلت الجامعة كنت مبسوطة جدا علشان افتكرت أيام الدراسة ده غير إن كل ركن في الجامعة كان وحشني قوي رحت زورت عميدي الجامعة وسلمت عليه وبعدها دخلت المكتبة واستنيت شوية بعدها دخلت الدكتورة زينات وأخدتني بالحض أنا كمان كنت مبسوطة بها قوي قالت لي إنها هتروح تجيب الورق وتيجي وأنا عدت واستنيت وأنا قاعدة سرحانة لقيت صوت بيقول لي إزيك يا روض أخبارك إيه؟ زين قصدي دكتور زين الحمد لله بخير إزيه حضرتك؟ كله تمام أنا فرحت جدا لما عرفت إنك هتعملي المسطر هنا وصممت إني أسعدك بجد شكرا يا زين قصدي يا دكتور زين على فكرة تقدري تقولي لي يا زين عادي جدا إحنا كنا أصحاب ولا إيه؟ صح كنا أصحاب بس أنت دلوقتي دكتوري ماشي براحتك بس أنت ما تغيرتيش لسه حلوة زي ما أنت آه ما أنا عارفة عارفة إيه؟ إني لسه حلوة بس إيه دا أنت حامل آه حامل في الشهر السادس مبروك ومبروك على الجواز ربنا يسعدك يا طرع بقى مين سعيد الحظ اللي فاز بيك الله يبارك فيك هو على فكرة هو كان سعيد الحظ دلوقتي تعيس الحظ علشان اتطلقنا من فترة فمبروك على الجواز دي جات متأخر أنا آسف بس طلقتي ليه كده وانت حامل القادر بقى ما بيفرقش معاه إذا كنت حامل ولا لأ أنا بقول الحمد لله على كل شيء ياه يا روضة مش مصدق إني شايفك وبكلمك في اللحظة دي جات الدكتورة زينات وقطعت كلام زين أنت هنا؟ أنا كنت بدور عليك أنت قابلت روضة؟ ها لسا متقابلين طب تمام يلا نبتدي بقى وبتدينا نتناقش في موضوع الرسالة هتكون إيه ولأني ممتازة في علوم الاقتصاد قررت أن رسالتي تكون عن معايير منح الاقتمال المصرفي ودراسة أطبيقية على الاقتصاد المصري خلال فترة من 2000 لـ 2010 ودي هتكون رسالة المصدر بتاعتي وعدت فترة وأنا بحضر للماجستير وفي يوم وأنا مروحة زين كان ماشي وراي بالعربية وطلب مني أن يوصلني روضة تسمحي لأوصلك؟ شكراً بس مش عايزة عطلك بتقدر تمشي أنا هركب تاكس يا بنت ركبي بقى أنا وصلك ما وريش حاجة والله وبعدين ياسدتي تعبك راح ركبي بقى وركبت معها العربية ووصلني لحد البيت ولما وصلت اتشكرتله جدا أول ما دخلت البيت لقيت خالتو مريم عندنا عابز أقول لكم أن خالتو مريم مش أخت ماما لا دي بنت عمها وملهاش حد غير ماما لأنها مش بتخلف وكده وعلشان كده جوزة طلقها وعيشة لوحدها ودي بقى بتحبيني أنا وماما قوي دخلت وقلت سلام عليكم خالتو مريم عندنا ونقول البيت منور ليه أخدتها بالحضب بس حسيت أنها زعلانا شوي مالك يا خالتو في حاجة؟ أنا تعبانة قوي مالك يا خالتو تعبانة عندك إيه؟ تعبانة من الوحدة الوحدة هتموتني ومش طايق أعيش في البيت لوحدة حسيت أن بقيت أكلم الحيطان وأصبح على الكراسي وأسلم على البيبان أنا تجننت من الأعدة الوحدة يا بنتي من كتر ما أنا مش بتكلم مع أحد إيه ده يا خالتو ده أنت حالتك اتأخرت خالص بقيت تتكلمي مع الجماد لا حولة ولا قوة إلا بالله خالتو أنت درامية قوي وبعدين ما أنت طول عمرك مجنونة يعني مش بس اليومين دول بص يا حليمة بص بنتك بس يا رودة خالتك مش مجنونة خالتك هابلة يا حبيبتي والله وأنتي كمان خالتو حبيبتي أنت ما أنتش وحيدة أنا وماما جنبك وبعدين لو لست حسن نفسك وحيدة إيه رأيك أجوزك فقمي فيها كده هاتجوز مين يا أختي مين اللي هيتجوز واحدة عندها 40 سنة ومش بتخلف شاوري أنت بس وهتلاقيهم طابيرا على البيت خالتو بصراحة أنا مش عاجبني خالص قعدتك لوحدك دي علشان كده تعالعيش معانا أنا وماما هننبسط قوي والله يصدقيني الشقة فيها قطين قطة نوم نامي فيها أنت وماما واللودة التانية هنام فيها أنا علشان أنا بصهر يعني كتير علشان بعمل الماجستير وكده ويا ست اللي بيكفينا هيكفيك أنت كمان بس ما بسش هتعادي معانا الكلام منتهي وبعدين أنا هحتاج لك الفترة الجاية علشان ماما وعلشان البيبي اللي هينور مين بقى اللي هيهتم بيه وأنا في الجامعة طب إيه ما عملتش حاجة للغدا أنا هموت مجوع الأكل في المطبخ عندك يا أختي جايبالكم سمك عارفة أنك بتحبيه اشتعليك يا خالته أنا هدخل أكل وزفر الدنيا سمك بنت شقية بس على السولة ربنا يخليها لك يا حليمة يا أختي ويعدي الشهرين الفضل الله على خير وتقوم بالسلامة أمين يا رب أيوة دعيلها يا ماري دي تستاهل دعانا ويوم الجمعة بعد السولة كان عندي معاد مع زين صليته لبسته وخرجته وأنا مستعجلة فخالته مريم قالتلي إيش إيش الشياكة دي إيه لابسة لع الحبل كده ورايحة فينه ومستعجلة عندي معاد مع دكتور زين في حاجة مهمة ووقفة معايا طلبت مساعدته وهو وافق آه زين ماشي استغربت رد فعلها وقلت لها في حاجة يا خالته مريم لا مفيش ربنا يوفقك يا روضة طيب سلام بقى علشان ما تأخرش خلي بالك من ماما ها يلا باي نزلت لقيت زين مستني بالعربية تحت البيت دكتور زين حضرتك مستني هنا آه قلتك يا اخدك لأن المواصلات هتكون زحمة يوم الجمعة بعد الصلاة وأنا مش عاوزك تتأخري يلا بقى أركبي ركبت مع العربية وروحنا مطعم وطلب غدا أنا قلتوله إني مش عايزة تغدى وإني جاي علشان في حاجة واقفة معايا في الرسالة اللي بحضرها ومحتاجها يشرح حالي لأن الحاجة اللي وقفة دي كانت في المدى اللي هو بيدرسها طب ماشي نتغدى وبعدين نشرح اللي انت عايزاها قلت له ماشي وتغدينا وسرح لي الحاجة اللي كانت وقفة معايا ولست كنت عايزة مشي لقيته بيقولي إيه 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 دا انت هتمشي كده عادي عايزة تكلم معاك شوي وحشني الكلام معاكي قوي فاكرة يا روضة فاكرة لما كنت بقضي الرحلة كلها وراكي حبيت أغير الموضوع وقلت له قل لي شهيرة عاملة إيه عندك أولاد دلوقتي ولا إيه شهيرة شهيرة كويسة الحمد لله آه عندي أولاد ربنا اداني بنت وولد ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم لا أمين يا رب لو أنت يعرفتي بقى اللي في بطنك إيه آه بنوتا إن شاء الله ربنا يكملك على خير أنا متأكد أنها هتكون حلوة زي مامتها أنا أصلا أول مرة أشوف حامل أمر قوي كده من ساعة ما شفتك وأنا بفتكر الماضي ها إيه هتفضل تتغزل كده كتير يا زين أنا عارفة يعني أنك كنت بتحبيني بس دلوقتي الوضع مختلف أنت متجوز وعندك أولاد فبلاش تفكر في الماضي علشان ما يقصرش على الحاضر لأن أي حاجة حصلت كانت في الماضي ومش هترجع تاني روضة أنا آسف بس يعني وبعد كده جات شهيرة في اللحظة دي عد أسبوع على أولادتي وعملت أسبوع لبنتي عزمت فيه كل قريبنا وعزمت أصحابي وعزمت أخواتي كمان بس عمر مجاش لكن محمد حضر بس من غير ما يعرف نفين وطلب مني أني ما أقولش أنه جاه وأنا قلت مش هقول لأني كنت فرحانة جدا بجايته وكنت زعلانة علشان عمر مجاش بس عدتها والسبوع كمان عدى والأيام جرت بسرعة كبيرة وعدت سنة كاملة وجه يوم عد ميلاد بنتي حليمة الأول زينا البيت وعزمت كل اللي كانوا معزمين في السبوع وأنا كنت بعمل شوية حلويات جنب الترطة وأنا بجهز حسيت ماما زعلانة فسألتها ماما مالك يا حبيبتي حسكي زعلانة في حجم زعالاكي طبعا في حاجات مش حاجة واحدة يا ساتر حاجات مش حاجة واحدة طب وإيه هي الحاجات دي يا ماما أولا قعدت الجنبي كده من غير جوزم زعلاني ورفضك اللي على طول للعرسان أنت عارفة تقدم لك رجالة قد إيه عشان يخطبوكي وانت مفيش على لسانك غير مش دلوقتي ولما خلص الماجستير يا بنت أنا تعبت معاكي أنا مش هعيش لك لعمر كله عايز أتطمن عليكي مع راجل يخلي باله منك ومن بنتك كمان ماما أولا إحنا متفقين أني مش هتجاوز غير لما أخذ الدكتوراه ثانيا الشهادة والوظيفة المضمونة هم أسلح الست وسندها في الدنيا الراجل عمره ما كان سند ولا أسلح للست ثالثا بقى حبيب عمري لسه مظهرش فارس أحلامي اللي هيخطفني على حصانه لبيض وأمير حكاياتي لسه مبانش أكيد هو في مكان ما دلوقتي بس لسه النصيب ما أزنش رابعا بقى مش ده خالص اللي مزعالك خامسا أنت زعلان عشان إخوتي عمر ومحمد وحشينك ونفسك تشوفيهم سادسا ما تحاوليش تدار علي سبب زعلك عشان أنا عرفاكي أكتر من نفسك وبعدين ما تنسيش أن أنت اللي قلتي ما فيش جواز دلوقتي غير لما أخذ الدكتوراه سابعا بقى تمثيلك وحش قوي اشتغلي على نفسك أكتر واكتهدي ها عشان المشاهد بتاعتك تعرف تأثر هجيب لك حاجة حلوة تكليها عشان سكارك واضي هل بيت دي فاهماني كده إزاي إيه ده هو أنا لأمها ولا هي طب هاتي حتة جاتو طيب بالشوكولاتة وهاتي ليه كوكيز حاضر يا ماما وطلعت البلكونة عشان محدش يشوفني فضلت فيها عيض أصلا كمان إخوتي وحشيني قوي بس مش برضي أبين قدام ماما حتى هي كمان مش بترضى تبين قدامي أنا بسمعها كل يوم وهي ابتدع لهم إن ربنا يهديهم لما بابا مات حمدت ربنا إن عوضني بأخير رجالة يكونوا سند ليه في الدنيا ويكونوا أولياء أمري بس للأسف ولا كإن ليه أخوات أصلا معدوش بيسألوا علي ولا بيسألوا فينا بس هم وحشوني قوي وأنا بحبهم رغم كل اللي عملوه وكل يوم بدعي ربنا يحنن قلوبهم علينا أنا وماما علشان نرجع نعيش أسرة تاني مع بعض لأن أنا بحبهم عشان هم أخواتي اللي من أمي وأبويا كنت فكرة أن أخويا هو الجبل اللي ممكن أسند نفسي عليه أسند نفسي عليه وقت الشدة كنت فكرة أن ليه عزوة بس أخواتي بعاد عني قوي تربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش من الأرائب لشد العدد إلا الأخ يعني الأخوة حاجة كبيرة قوي بس اللي يقدرها ويحافظ عليها وبعد ما عيطيلي شوية دخلت كامل عيد ميلاد بنتي خلص العيد ميلاد ومشي كل الضيوف بس دكتور إبراهيم ما حضرش وأنا كنت زعلانة جدا اتصلت بيه عشان أسأله ليه ما جاش وعطبه كمان بس هو قال لي أن امراته مدام أمل تعبت شوية وهو راح بيها المستشفى عشان يتطمن على صحتها قلت له هاجي المستشفى عشان أتطمن أنا كمان هو قال لي ما تتعبش نفسك وهيبقى يطمنني بس أنا أصريت أني أروح وفعلا رحت المستشفى وهناك شفت مشهد بيزعل جدا شفت ولاد دكتور إبراهيم زعلينين على أمهم الكبير طارق في قولة كلية والوسطاني مكرم فتاني عدادي والصغير كريم عنده أربع سنين كانوا قاعدين قدام قد تلع عمليات ومستنين يتطمنوا على أمهم رحت واسيهم وواسي دكتور إبراهيم والدكتور تلع من عند أمل وطلب من دكتور إبراهيم أن يحصلوا على المكتب وراح معاه إبراهيم ونفطلت مع الولاد اتكلمت معاهم وطمنتهم بس كريم الصغير قال لي هي ماما غابت في القوضة دي كتير ليه هي ماما تعبانة قوي وبتتوجع لا يا كيمو يا حبيبي ماما مش تعبانة قوي ماما تعبانة شوية صغيرين والدكتور إدها دوا وهتبقى كويسة طب خلي خلي الدكتور يروح ماما البيت معانا وأنا مش هخلي ماما تتعب تاني هاكل كل الأكل وهاشرب اللبن كله وهعمل الهمورك وهبقى الشطر في الحضانة عشان ماما ما تزعقش اللي هي وتتعب اتأثرت بكلامه ونزلت دمها من عيوني بس مقسحتها وقلت له حبيبي ماما أكيد هتروح معاك بس هي نايمة دلوقتي أول ما تسحى هتروح معاك على طول ماشي وشفت دكتور إبراهيم وروحت له علشان اسأله بس لقيته منهار قوي استغربت جدا من حالته وقلت له في ايه يا دكتور إبراهيم هي مدام أمل بخير مش كده أمل عندها كنصر وفي المرحلة الأخيرة يعني قدامها شهور بس أنا تأثرت جدا وفضلت أبكي سألته إذا كانت تعبانة بقالها كتير فهو رد وقال لي بقالها سنة كنت بشوفها بتتعب بس هي كانت بتخب علي كانت تفضل تقولي إن شوية صدع وهتاخد برشام وخلاص وإن الصدع بيجي لها من قلة النوم مش أكتر أنا كنت غابي عشان ما حستش بيها حاولت أهدي شوية وفعلا هدي وطلب مني إني أخد كريم معي على البيت عشان مامته هتبات في المستشفى وهو هيبات معها وأولاده البقين مش هيعرفوا يعتنوا به في البيت أخدت كريم معايا البيت أول ما أصلت ماما سألتني عليها ومريم كمان قلت لهم الحقيقة وإنها تعبانة بس طبعا مش قدام كريم لما حكيت لهم اتأثروا قوي وتعطفوا مع كريم اليوم ده أنا كنت تعبانة جدا عشان ما ارتحتش من الصبح فطلبت من خلته مريم تعتني بكريم وتأكله عشان كنت عاوز ارتاح شوية وفعلا هي ما أصرتش دخلت لكريم القوضة وقالت له كريم يا حبيبي انت جعان مش كده أيوة كعان تعرف ان كان عندنا عدميلاد النهاردة وكان فيه تورطة بس الضيوف المفاجئة أكلوها كلها بس أنا شلت حتة صغيرة في التلاجة معرفش ليه بس تقريبا عشان انت تيجي وتاكلها قامت مريم جابت له أكل وجدت بص يا كيمو تاكل السندويتش ده وتشرب كوباية اللبن دي هديك حتة التورطة والكوكيز ده بس طبعا بعد ما ناكل الحلويات دي كلها هنغسل سناننا اتفقنا اتفقنا انت طيبة قوي يا طنت حبيبي يا كيمو خالته مريم اتحرمت من الأمومة وعلشان كده بتعمل كل الأطفال بحب لأنها اتحرمت منهم حتى انها بتهتم بحليمة الصغيرة ولو فضلت قاعدة بيها طول النهار مش بتزهق خالص بس بصراحة اهتمامها بكريم كان مختلف جدا عن اهتمامها بطفل تاني ولما سألتها قالت انها حبت كريم قوي وحست بالأمومة معاه طبعا انا كنت مبسوطة عشان مامة كريم مريضة وهو كان محتاج حد يحن عليه زي أم وخالته مريم كانت بتقوم بالدور ده على أكمل وجه وبعد شهرين صرعت فيهم أمل المرض اتوفت واسابة ولادها يصرعهم الحياة لوحدهم الولاد كانوا صعبانين عليها جدا علشان مفيش حاجة في الدنيا تعوض حنانه على وجوده الأم الفترة دي كانت بتعدي بصوبة على دكتور إبراهيم وعلى أولاده احنا كلنا كنا بنحاول نقف جنبهما على قد ما نقدر وعدت الفترة على خير والحمد لله وجات الفترة اللي كنت بتمنها وهو يوم حصولي على الماجستير وأخيرا بعد سنتين من التعب والاجتهاد حاصلت على درجة الماجستير ويوم الحفلة بتاعتي لبست صبت تخرج وطلعت على المنصة وتكلمت وشكرت كل الدكترة اللي وقفوا جنبي في رسالة البحث دكتور إبراهيم ودكتور زين ودكتور أزينات وحتى إني اتشكرت العميد الكلية والخالته مريم وتشكرت كل الناس اللي وقفوا جنبي بس أكتر حد تشكرتله من قلبي بجد كانت ماما عاوز أقولكم إن ماما كانت حضرة الحفلة وفرحانة ومبسوطة بي قوي وبنجاحي وبعد ما خلصت نزلت وبصت إيديها وبصت راسها وحضنتها قوي وديت ماما الشهادة بتاعتي وباقت الورد اللي كانت معاي وقلعت قبعة التخرج ولبستها الماما وقتها شفت الفخر في عيون أمي وقتها شلت بنتي وقلت لها مامي النهاردة حققت النجاح اللي يخليك تفتخر بيها في المستقبل ولما رحت البيت ماما حضرت لهدية بالمناسبة دي وديتني العلبة لما شفتك يا بنتي وانت وقفة عن منصة وبتتكلمي وبتنقش رسالة الماجستير بتاعتك وقتها حستت إن راسي ترفعت لفوق فوق قوي لحد سابع سامع حستت بفخر جديد سألت نفسي هي دي بنتي؟ يعني أنا أم البيت دي؟ يعني أنا عملت إيه عشان يكون عندي بنتي زي دي؟ حمدت ربنا وشكرت عليك شكرت إن رزقني بيك بتمنالك النجاح والتوفيق دايما يا بنتي وتكوني سعيدة ومبسوطة قلبي وربي راضين عنك ويا ترى أنا أستحق إني أكون أمك ولا لأ؟ يا ترى أنا اللي أستحق أكون بنتك ولا لأ؟ ماما أنا كل اللي وصلت له ده بفضلك أنت بسبب دعمك ودعائك ليه حياتي نكحة نكحة بسبب وجودك أنت معايا وعلى فكرة أنا كمان بحمد ربنا وبذكر فضله لأن أنت أمي وحبيبتي الغالية أنا لسه فكرة لما بابا مات قد إيه أنت شئتي وتعبتي أنت كنت مدرسة لغة عربية وكنت ديد الدروس الخصوصية ومع ذلك بقيت تدي دروس لأكتر من طالب في اليوم عشان نحن حتى أنك كمان بقتي دهبك وبقتي راحتك وضيعت صحتك وعفيتك كل ده علشان نحن ولسه بتقولي أستحق أكون أمك ده أنت تستحقي وتستحقي وأنا بتمنالك الصحة والعافية طول العمر ودايما تكوني جنبي وما تسيبنيش حضنتها قوي وبسط راسها ربنا يخليك ليه ويخليك ليه يا بنتي افتح الهدية بقى حاضر فتحت الهدية ولقيتها السلسلة اللي بابا ادهالها يوم فرحهم ماما السلسلة دي غالي عليكي قوي أنت كنتي هتتجنيني لما نفين خدتها منك إزاي تدهالي ما فيش أغلى منك هتديله الهدية دي يلا هتيلبسها لك بس يا ماما ولا كلمة خالته مريم كانت سمع لكل الكلام وجاته ماما بتلبسني السلسلة يا سلامة الرومانسية اللي بينكم دي دي مش موجودة بين الأزواج ولا العشاء خلتونا عيط انتم مش عارفين ان دمعتي قريبة وانا ما بحبهاش تنزل وبعدين ما انتوش ملاحظين انكم نحن حين خلاص بقى ما احناش عايزين عياط احنا عايزين فرح وضحكوا بس طب بالمناسبة دي بقى انا عاملالكم عشاء فخم طب خلكم عدس ورز عدس ورز يلا يا حبابتي النام يلا يا ماما احسن احنا طول النهار تعبانين عدس ورز لا يا بنتي ده النومة فيد من البروتين اللي موجود في العدس والنشويات اللي في الرز يلا بينا خلتو مارين فضلت تضحك هاي تعالوا تعالوا رايحين فين او مال مين اللي هياكل المكرونة البشاميل وصنيت الفراخ بالبطاطس ولا طاجن الرز المعمر باللحمة وقتها انا قلت طبعا احنا كنت قلت كده من الاول وماما حليمة قالت كل ده انت صرفتي مصروف الشهر كله في العشوة دي ما تقلقيش كله تمام وبعدين هو احنا هنحتفل بنجاح روضة كل يوم يعني ولا ايه ماما حليمة وقتها قالت بالهنة والشفة طب ايه بقى هنرغي كتير ولا هناكل ودخلنا اكلنا وبعد اسبوع لقيت دكتور ابراهيم بيزورني في البيت خبت على الباب وفتحت له خلته مارين دكتور ابراهيم اتفضل اتفضل يا دكتور شكرا ازاي حضرتك يا مارين الحمد لله الولاد عاملين ايه وكريم كمان عامل ايه والله يوحشني قوي ابقى هاتوا عشان نشوفه اصلا بحبه قوي كويسين كلهم الحمد لله وكريم كويس وعلى فكرة هو كمان بيحبك قوي ودايما بيسأل عليك من ساعة ما ممتو توفت وهو في حالة نفسية صعبة والحقيقة بحس انه بيبقى كويس لما بيكون معاك علشان كده عاوز اشكرك على اهتمامك به لا ما تشكرنيش صدقنا انا بيكون مبسوطة قوي لما كريم بييجي ربنا يخلهولك امين يا رب انا كنت جاي عشان روضة هي فين روضة نايمة سوانيها صحية جدخلت ومريم صحتني وقتها قمت وغيرت دومي وطلعت الدكتور ابراهين في الانتريبر وسلمت عليه ايه يا استاذة روضة خلصت الماجستير وبقيت اتنامي للدهر انت واخد الماجستير عشان تواضي في البيت ولا ايه الموضوع مش كده بس انا لسه بدور على شغل ما تقلقيش الموضوع ده عندي تعالي انت بس معايا المشوار اللي احنا هنروحه ده وهناك هعرفك كل حاجة بس عاوزك تلبسي اشيك حاجة عندك عاوزك تكوني انيقة لان المكان اللي احنا رايحينه ده شيك اوي قلت له تمام ودخلت غيرت هدومي ولبست ومشيت معاه وصلنا ودخلنا مطعم شيك اوي وهناك كان مستنينا حد شكله كده شخص مهم يبان انه له مكانته الاجتماعية سلم على الدكتور ابراهيم هو اول ما شافني مع دكتور ابراهيم قال دي دكتورة روضة مش كده انا سمعت عنك انك زكية جدا بس ما كنتش عارف انك حلوة كمان شكرا لحضرتك يا فندم وعرفني عليه دكتور ابراهيم وقال لي روضة احب عرفك بالدكتور اسلام امين يبقى معاون الوزير للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط اتشرفت بمعرفة حضرتك يا دكتور اسلام قعدنا وحكينا وبعد حديث طويل جدا ما بيننا عرفت ان الدكتور ابراهيم هو اللي كلم دكتور اسلام عني وعن رسالة البحث اللي انا قدمتها وعن درجة الماجستير اللي انا اخدتها بجدارة وحسن وزارة التخطيط والاقتصاد هي اكتر حاجة لايئة اني اشتغل فيها دكتور اسلام كان بيكلمني عشان اجي اقدم واشتغل في الوزارة وفعلا قدمت واشتغلت وحسب معرفتي في الاقتصاد والسياسة اتعينت في وظيفة خبيرة مشتريات هيكون على الاشراف والقدرة على تقديم ابحاث ودراسات خاصة بتتعلق بالاسعار ومن ثم تقديمها للوزارة هي دي هتكون وظيفتي وبعد ما تعينت في الوزارة حياتي بقت في ازدهار ونجاح وما كانت بقت كويسة قوي في المجتمع وحبيت وظيفتي جدا ونجحت فيها وفكرت في مشوار حياتي هو اللي انا وصلت له ده وصلت له ازاي قلت ساعتها لنفسي ارجع للأحداث اللي حصلت في حياتك وانت تعرفي قلت انا لو كنت اتخليت عن ماما وفضلت متجاوزة شادي واسمعت كلام كل الناس اللي انتقادتني عشان رديت اسيب بيتي بسبب امي كان هيحصل ايه ايه اللي كان هيحصل لو رفضت اشتغل في الكافيه عشان مش مستوى درستي وشهدتي وما قابلتش دكتور ابراهيم كان ايه هيحصل وقتها لقيت ان سبحان الله اختيار ربنا هو الاصح لان ممكن يكون قلبك متعلق بحاجة بتحبها بس ربنا عارف انها شر لك تب يبادعك عنها وقتها انت بتزعل وبتدهي وما انتش عارف ان ربنا انقذك من شر كنت هتدخل فيه برجليك وان بر الوالدين والاخلاق الحسنة وجبر الخواطر مع الناس والردب اللي ربنا اسمهلك هيخلي ربنا يكرمك بالتوفيق في الدنيا وفي الاخرى ولحد دلوقت انا بشكر ربنا على كل نقمة ربنا الدهالي من ساعة ما نفخ في الروح ونفبط نمي لحد دلوقتي لان اي حاجة حلوة حصلت معايا فهي بسبب توكلي على الله سبحانه وتعالى عدت فترة ودخل علينا شهر رمضان الكريم زي اننا زي بقيت المصرين بيتنا زي اننا البيت واشترينا التموين رمضان وجبنا اليميش وشغلنا اغاني رمضان وجبنا الفوانيس جبت فانوس كبير وحطيته على باب الشقة وجبت فانوس لبنطي حليمة كانت فرحانة بيه قوي كانت طول النهار عملت شغله وتغني معاه حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو واشترينا ازدالات جديدة للصلاة واتبرعنا بمبلغ لمائدة الرحمن واستنينا مسلسلات رمضان والاعلانات بتاعت شركة الاتصالات وزي كل سنة ويا رب ما يقطع لوش عادة استنينا برنامج معالب رامز جلال وزي كل سنة انا وماما نختلف هيقدم برنامج السنة دي ولا لا ماما تقول لا مش هيقدم برنامج وطبعا بيقدم برنامج ولازم نسمعه احنا وبنفطر وطول شهر رمضان طبعا واكيد بنصلي ونصوم ونقرأ قرآن ونصلي الترويح ونتصدق على قد ما نقدر وبنختم القرآن واكيد طبعا كل يوم انا وخالته مريم بنتخانق على مين هينزل يجيب الفول للصحور وزي كل يوم في النهاية انا اللي بنزل اجيبه لاننا كنا متعودين ان الفول لازم يكون موجود على الصفرة بتاعت الصحور اصلا ماما بتحب تاكل الفول حتى على صفرة الفطار مع ان بيكون في انواع اكل تانية بس طبق الفول لازم يكون موجود وفي اخر اسبوع في شهر رمضان بنبقى زعلانين ان الشهر خلاص هيخلص اشتركوا في القناة